في المقابل الجزائر دخلت في أزمة دبلوماسية مع إسبانيا التي لديها تعاملات وعقود في الغاز وأشياء كثيرة لماذا دخلت الجزائر في هذه الأزمة؟ ولماذا الجزائر أعلنت هذا الموقف وهذا التخوين لإسبانيا وبهذه اللغة الشوارعية التي هي لغة عصابات وليست لغة دول أنك تتهم دولة أنها خانت لا ما هي لغة هذه ليست لغة دبلوماسية أمر آخر ما علاقة الجزائر بهذا الأمر حتى تدخل في أزمة دبلوماسية مع دولة لديها مصالح اقتصادية معاها ولديها أسواق اقتصادية وأشياء كثيرة وهي دولة أوروبية لديها تأثيرها أيضا في الاتحاد الأوروبي ما هو السبب؟ الجزائر تقول أنها الصحراء الغربية ما هيش طرف فيها والصحراء الغربية رهي ما تروح عند الأمم المتحدة لماذا الجزائر تسحب سافيرها للتشاور؟ وهو لا يعني أنه قطعت العلاقات ولكن يعني أن هناك خلفات وأنا أكاد أجزم بأن الخلف ليس قضية الصحراء فقط بل هناك خلفات أخرى ترتبط بالمغرب معناها أنه المغرب راح عنده مشكل مع إسبانيا في الوقت اللي المغرب عنده أزمة مع إسبانيا والجزائر علاقتها جيدة المغرب يحقق في إنجازات في إسبانيا هو عنده أزمة معها في المقابل الجزائر لم تحقق شيئا وهي سمن على عسل مع إسبانيا بل أنها ألغت اتفاق بوب الغاز الأوروبي العابر للطراب المغربي ودارت حلول أخرى لإسبانيا وضمنت أن الغاز لن ينقطع عن إسبانيا كل ذلك نكاية في المغرب وبعد ذلك أن إسبانيا تعهدت بأنها ستقدم الغاز وتساعد المغرب في هذا الأمر وهو في أزمة وهو في أزمة معه إذن الجزائر ليس إذا كان هذا هو السبب الحقيقي وهي قضية الصحراء وهم أعبروا بها نأخذوا بالظاهر وإن كنت عندي حسابات ومعلومات ومعطيات تقول بأنها ليست هذه القضية فقط ولكنها ترتبط بالمغرب الجزائر تدخل في أزمة دبلوماسية مع دولة أوروبية من أجل ماذا؟ من أجل قضية الصحراء الغربي ما هي علاقتك بهذه القضية؟ بهذا إما أنك الجزائر طرف في هذه القضية والقضية قضيتك لأن إسبانيا لم تصرح تصريح واحدة يسي إلى الجزائر لو أنه تصريح هناك مثلا في الأزمة العلاقة بين الجزائر والمغرب إسبانيا عبرت عن تضامنها مع المغرب وطعنت أو انتقدت الموقف الجزائري لأقول ولكن هم لم تتكلموا أصلا عن الجزائر ولا أي شيء بل الجزائر دائما يتحدث أنها شريك استراتيجي وقبل لتكلم وزير خارجية الجزائر شريك استراتيجي المغرب شريك استراتيجي وكذا وتعامل بحيادية كبيرة في مسألة الأزمة بين البلدين إذن الجزائر هنا طرف الجزائر خلاص تشوف بلي بوليزاريو ما عادت عندها حتى شيء أخليني أنا في هذه الفطرة لي هناك أزمة غاز في أوروبا ومع أزمة أوكرانيا هذه خليني نستغل الفرصة نضغط على إسبانيا أو نحاول أن نخوف دول أخرى إلى أين تتجه ولدي معلومات دبلوماسية من الجزائر أن هناك تخوفات في الجزائر كبيرة من التحاق دول أوروبية أخرى بدعم مقترح الحكم الذاتي لذلك الجزائر فضلت أنها ترفع من سقف الأزمة مع إسبانيا حتى تقطع الطريق على آخرين لأنهم يعلمون علماً يقين أنه لا يمكن لإسبانيا أن تغير موقفها بسبب أن الجزائر غضبت أو خونت إسبانيا عارفين بأن هذا من المستحيلات هذه كلام إلا إذا رحت الحكومة هذه وجاءت حكومة أخرى ربما تتعامل بطريقة أخرى ولكن مواقف الدول مثل هذه القضايا وهي مواقف مبدئية الدول تتعامل معها وفق منطق خاص بها فهو يخص الدولة العميقة في إسبانيا لأن كل دولة هناك دولة ظاهرة وهناك دولة عميقة ولا أعتقد أن هذا القرار جاي من رئيس الحكومة غدوة قادر يجي انتخابات أخرى ويجي رئيس حكومة آخر ومثل ما حدث مع ترامب وكان الناس تعتقد الأزمة ما بين ترامب ومبيدن أنه يجي بايدن أول حاجة يديرها يلغي هذا القرار لا أمريكا أكدته عدة مرات وهو الذي سوف نتحدث عنه في مداخرات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر